مرات بعض الناس يقولوا لي والله والأوضاع رحي ماشي مليحة ويا لي تنتوما وتخفوا شوية من خطابكم تعلموا واجهة يا أولدي احنا الخطاب تعلموا واجهة هذا ما هوش هو الأصل احنا الأصل هو الإصلاح احنا الأصل قلناها لهم سبعين ألف مرة حتى بعض الناس انتقدوني في زمن القايد صالح لما قلت له تدوا حصانة وروحوا بركة لتكاناتكم وسلموا الأمر للشعب خلوا الشعب هو اللي يختار حكامه ويقدر يجيبهم يقدر يديهم كما الدول المحترمة والشعب المحترمة احنا الأصل ما هوش ندخلوا معهم في خصومة ولا ولا ندولهم مناصبهم والله وانا مرات نعاود نذكرها لاني كنت دبلوماسي بالمناسبة جاني اليوم واحد سؤالي والله سؤالين بعثهم لاني قال لي انت دبلوماسي كنت في السياسة ولا في شيء آخر لا أنا كنت في السياسة ما كنتش في المالية ولا في أي شيء آخر أنا كنت مسؤول الشؤون الثنائية والمغاربية في السفارة الجزائرية بطرابلوس كسكرتير أول ونائب السفير فالأصل إذن كدبلوماسي وفي المجال السياسي في الدبلوماسية خدمتي هي بالعكس جمع الآراء والتفاوض وبناء العلاقات إلى آخره المعارضة هي لما أصبحت مشوفهم بدين البلاد للهاوية ويستطيع الناس أن يعودوا إلى ما قلت إلى جمال خشقجي في جارية الحياة في 3 أكتوبر 1995 قلت راهم يذهبون بالبلاد إلى الهاوية ولذلك قررت أن أغادر وأن أصرخ بصوتي عالي يعني أنهم بدي البلاد الهاوية الآن تأثيري كيف ما كان ولا وش الدار ولا هذا حاجة أخرى أنا المهم ضميري أمام الله سبحانه وتعالى وسلوكي كجزائري في مواجهة شعبي ومقابل شعبي ووطني قمت بما يجب أن أقوم به ولو كان يعاودي وللتاريخ نعاودي ندير نفس الشي كنت تكرر نعاودي ندير نفس الشي فإذن بعض الناس اللي يقولون نعم رأي الأوضاع الرهي السيئة أو الأقليم سيئة ومخاطر وعلى البلاد رأنا نقوله لو كان نعرفوهم يمشوا واحد في المئة من أجل الإصلاح ما عندناش مشكل أننا بعد ما نشوف الأفعال نقولوا آه راكموا في الاتجاه الصحيح رأوا غير في اتجاه الخاطئ رأوا أعداد من الأحرار رأوا مزارح ينزيدوا حكمهم هذه الأيام رأوا غير في اتجاه الخاطئ رأوا ما فيش أفضل شي بالنسبة للمناظر الحقيقي للمقاوم الحقيقي ليواجه هذه العصابات من أن تعود الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه أن هذا الشعب ما يبقاش مطحون ما يبقاش مسحوق ما يبقاش مظلوم ما يبقاش مقهور ما يبقاش منهوب ما تبقاش أسعار ترتفع ما يضردوش الناس في الليل في شتم سكناتهم جزارة هيقارة ترفض ربعميات مليون كيف أشتعز جز على ربعين مليون ملايين عاطلين ملايين دروغي كيف هذا؟ نهار اللي نشوفوا فيهم خطوة في الاتجاه الصحيح ندروا عشر خطوات لكن لازم نشوفوا نحن ما نشيروش حود في البحر نريد أفعالا لا أقوالا نشبعنا من الأقوال ومرة نعنا نتفهمها لأننا نجي من بعض الشباب اللي ربما ما شايفوش وما عرفوش راهي معرفتنا بهذا العصابات ثلاثين عام في المقاومة وعشر سنين قبلها كموظف في الديبلوماسية راني ربعين سنة فيما عرفت هذا النظام ونعرفهم لداخل عشر سنين وأنا لداخل فمن فضلكم إخواننا اللي يكونوا ممش عارفين ولا تجريتهم صغيرة ولا ما عندهم فهموا باللي إحنا راهوا راني قلنا من زحمهم أنا قبل أكثر من عشر سنوات أعلنتها صراحة قلت لا نطمع لا في دنياهم ولا في مناصبهم ولا في سلطانهم ولا في نريد فقط وقلت أن أفضل يوم لي هو اللي يقدم نكون فيه في الجزائر تحت نخلة أو تحت كرمة أو تحت زيتونة ونشرب فيه كستان هذا كل ما أريد وأنا أرى شعبي في الاتجاه الصحيح وحكومة مختارة من طرف الشعب وفي خدمة الشعب والشعب نهض والناس معبئة وتعبئة وفرحانة والمصانع موجودة والمزارع موجودة والسيارات موجودة والطائرات موجودة والتجارة موجودة والعلم موجود والأخلاق موجودة والمساجد مستقلة والإعلام مستقل والقضاء مستقل هذا ما نريده